ناخد السؤال الثاني اللي معانا والدتي سن ست مسنة لا تقدر على الحركة إلا بمساعدة أحد منا وتريد أن تصلي ولكن الوضوء متعب بالنسبة لها ولا تستطيع الوضوء بمفردها وكل منا في عمله ولا نريد وهي لا تريد أن تقطع الصلاة فماذا تفعل وجزاكم الله خير وجزاكم كذلك إحنا لابد وإحنا بنجاود نقرر مجموعة من الأمور المهمة أول شيء مهم بنقوله القاعدة الأساسية أن الطهارة من الحدث شرط للصلاة يعني اللي انتقد وضوءه لازم يتوضع عشان يعرف يصلي يعني لابد من الوضوء قبل الدخول في الصلاة الطهارة دي بالوضوء وذكرنا الوضوء لأن الوضوء هو الأصل ما لم يكن هناك عذر يمنع منه ده رقم واحد الأساس المسألة التانية المهمة إن التكاليف الشرعية معلقة على الاستطاعة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعته وقال المولى سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يبقى أنت فيه تكاليف كتير جدا أنت مأمور بيها الإنسان مش على طول سليم والإنسان مش على طول شاب قوي والإنسان مش على طول كهل مرة طفل مرة شاب مرة طاعن في السن مرة سليم مرة مريض عشان كده الوحي الشريف أقر هذه القواعد المهمة إنه فاتقوا الله ما استطعته وما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا إذا أمرتكم إن فيه شيء دا ما تجوش نحيته اوعوا تقربوا منه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ليه؟ لأنه خلق الإنسان ضعيفة وبتمر عليه أطوار وأحوال كتير جدا أنا نهار دا سليم أنا بكرة عيان أنا بكرة جزء مني سليم وجزء عيان فبدوري التكاليف معي حسب قدرتي واستطعتي وده رحمة ربانية بالإنسان فإذا تحقق العزر وحدث ما يمنع الإنسان إنه يقدر يقوم بالتكاليف زي ما ربنا أمره إنه يقوم بيها هنا بتجيني إيه؟ بتأتي يأتي التخفيف ما عليه الفتوى إنه عند التعذر الوضوء وتعذر إنه نقدر استعمل الميا مش حعرف أتوضع ومش حعرف أستعمل الميا عندي عزر ما يعني عزر في استعمال الميا في الوضوء أو الميا موجودة لكن ما فيش حد موجود يناولني الميا زي صاحبة السؤال اللي بيسأل لولدته في الحالة دي فإنه يجوز للإنسان التيمم فيقوم التيمم بإنك تقدم أقول كده لولدتي يا أمي عشان وإحنا مش موجودين تقدمي نية التيمم في حال ما إحنا في الشغل لغاية مثلا ما نرجع لك وحنقول إزاي هي تتيم ثم يسمي الله تعالى هي حتقول لها تقدم النية تعلم تذكرها وتقول لها تسمي الله بسم الله وبعد كده بضرب بيدي التراب مش بضرب عشان أملى إيدي تراب الأصل إن أنا بضرب بإيدي التراب وبعدين بمسح بمسح وشي بمسح وجهي وبعد كده ضربة تانية بمسح إيدي إلى الرسغين بمسح إيدي ده المسح للرسغين دول وجوب يعني لازم يتعامله وإلى المرفقين دولة استحباب عملتهم 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 مش حالس يبقى ضربة أمسح وجهي وأخرى أمسح يدي إلى الرسغين ده وجوب عشان يتم التيمم سليم زودت بقى إلى المرفقين يبقى ده استحبابا من باب الفضل يعني ويصح التيمم بيئة تراب الطاهر في أي مكان ولو كان حائط مثلا بالنسبة للمرضى أو كرسي اللي فيه عالق فيه مثلا إيه شيء من التراب ممكن زي ما الفقهاء قالوا ممكن كمان يكون فيه إناء يعني أنت قبل ما تنزلوا الشغل تجيبوا زي إناء كده تحطوا فيه تراب تراب نظيف طاهر أو زلطة كبيرة أو مجموعة من الزلط يعني شيء من الأرض أو قطعة رخام زي ما ذكر ده المالكية لأنه ده من الأرض بحطها أحط التراب أحط الزلط ده أو الزلطة دي أو القطعة من الرخام جنب والدتي تتيمم عليها تقدم نية التيمم تسمي ضربتين ضربة للوجه ضربة للكفين إلى الرسغين وجوباً وإلى المرفقين استحباباً وحرجع أكد إن المقصود بالضرب على الصعيد الطاهر اللي هو التراب الطاهر على الأرض الطاهرة على أي ليس عشان يعني ليس علوق شيء به لكن عشان إحنا بنحقق بس الحال الذي ورد عن النبي عيسى والسلام حينما نريد إن إحنا نتيمم ولازم نبقى عارفين إنه لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد بس يعني ما عدش متيممة كده مثلاً لو أنا تيممت الفرض الظهر الوالدة كريمة تيممت لفرض الظهر لما عندهاش حد يناولها ميا وهي قاعدة لوحدة بتقدرش تتحرك لوحدة بحط لها التراب جنبها الزلطة دي كبيرة ولا حتة رخمة تضرب عليها وتتيمم هتصلي ما تقولش مثلاً أعود بالتيمم لغاية العصر لكن ينفع إنها تصلي الظهر وتجمع معاه العصر إذا أرادت ذلك يعني لا تنتظر بالتيمم دخول الفرض الثاني إنما هتتيمم بقى لو هي عايزة تصلي العصر في وقت في الوقت بتاعه لما يدخل وقت العصر تتيمم تجدد التيمم عند دخول الفرض الجديد اللي بنصح به إحنا بنقدم الوضوء عند القدرة ولا مانع في هذه الحالة من إحنا نجمع الصلوات من دون طبعاً قصر لأن هي الستة مريضة فتقدر تصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير يعني تصلي في وقت ما يرفع أذان الظهر وهي توضطوها في مكانها أو هي تيممت لو حد مش موجود معاها فهتصلي الظهر والعصر تقدر تصلي الظهر أربع ركعات وتسلم بعدين تصلي العصر أربع ركعات يجي فيوضيها في وقت العصر كما تشاء الميسر لها فتقوم تجمعهم حاجة اسمها جمع التأخير تيجي في وقت العصر تصلي الأربع راقعات وأربع راقعات تجمع الدهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير فبنبتدي بالوضوء احنا موجودين مثلا الصبح ويعزة تصلي الصبح وهي في مكانها كده وضوها حد موجود معاها واضي ما فيش حد وهي لوحدها يعني تعذر عليها الوضوء فننتقل إلى التيمم ولكن يكون لكل فريضة تيمم خاص به مع وجود أو مع تحقق العذر يا صاحب السؤال ولما بنقول أن لكل فريضة تيمم يعني ما ينفعش تبقى هي تيممت تصلي الظهر وتنتظر بنفس التيمم لدخول العصر لا تقوم تجي بقى في وقت العصر تجدد التيمم لكن ينفع أنها تجمع وقت صلاة أنها تجمع ده مع ده جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب المتاح لها وإحنا يعني فصلنا المسألة على قدر الطاقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه تعان على بريها وتعان على القيام بالفرائد والأركان ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول